السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة الاجتماعيات للجدع مشارك مادة الجغرافية السكان التوزع على بركة الله السكان التوزع مقدمة تسهم مجموعة من العوامل في تحديد خصائص توزع الكتافة السكانية والتمدين والبنية السكانية بالعالم فما هي خصائص هذا التوزيع؟ وما هي العوامل المفسرة له؟ إذن غد ينموحat نتعرف عنهم مظاهر وعوامل التوزيع المجالي لسكان العالم تسهم عدة عوامل في اختلاف توزيع الكتافة السكانية على مستوى العالم غد ينتعرف على مظاهر التوزيع من بين مظاهر توزيع الكتافة السكانية حيث أن الكتافة السكانية هي عدد سكان في الكيلوماتر مربع ويتم التوصل إليها بتطبيق القاعدة التالية عدد السكان مقصوم على المساحة يتم توزيع الكتافة السكانية بالاختلاف حسب خريطة العالم حيث يمكن التمييز بين مناطق ذات كتافات سكانية مرتفعة في جنوب شرق آسيا ودول أوروبا الغربية وبعض المناطق في إفريقيا مثل نيجيريا ومناطق ذات كتافة سكانية ضعفة منتدة في الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية وكذلك منطقة سيبيريا وأستراليا وكندا دانا قد نمر باش نتعرف على العوامل المفسرة لهذا التوزيع من مين العوامل المفسرة لهذا التوزيع؟ الظروف الطبيعية لتتعلق بالمناخ والتضاريس كذلك أهمية الأنشطة الاقتصادية كيف ذلك؟ الصناعة، سائل الفلاحة، تجارة، الخدمات إذن التعمير والهجرات السكانية الحديثة فيما يتعلق بالعوامل في اختلاف توزيع الكثافة السكانية على مساوى العالم فيما يخص توزيع ظاهر التمدين بين دول شمال ودول الجنوب اختلف توزيع ظاهر التمدين بين دول شمال ودول الجنوب مظاهر اختلاف هذا التوزيع نسبة التمدين هي النسبة المئوية لسكان المدن من مجموع السكان ويتم حسابها من خلال القاعدة التالية عدد السكان مقصوم على مجموع السكان الدولة مضروب في مئة يتميز توزيع نسبة التمدين بالتباين حسب البلدان حيث يمكن تمييز بين دول ذات نسبة التمدين مرتفعة من أهمها دول أوروبا الغربية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجل بلدان القارة الأمريكية دول ذات نسبة التمدين ضعيفة وتمتد في دول إفريقية السوداء وبلدان جنوب شرق أسيا إذن هذه مظاهر توزيع لتتخصى في توزيع ظاهر التمدين بين دول شمال ودول الجنوب أما العوام المفصلة لهذا التوزيع نفسر ذلك بارتفاع نسبة التمدين بدول شمال بالأهمية الاقتصادية للمدن من حيث صناعة والتجارة والخدمات التي تستقطب المهاجدين من الأرياف إذن تعرفنا على جل مظاهر وعوامل توزيع المجالي لسكان العالم نمر للتعرف كذلك على مظاهر وعوامل توزيع البنية السكانية في العالم من بين مظاهر وعوامل توزيع البنية السكانية في العالم عندنا اختلاف توزيع البنية السكانية بين دول شمال ودول جنوب كذلك اختلاف توزيع البنية السكانية بين دول شمال ودول جنوب بعدة عوامل سنرى هرم الأعمار يقصد بهرم الأعمار مبيان يمثل توزيع السكان حسب الجنس وفئات الأعمار إن بينهم الأطفال ساكنة نشطة وشيوخة تتميز خصائص هرم الأعمار بالتباين بين دول الشمال ودول الجنوب دول جنوب يتميزون بارتفاع نسبة فئة الأطفال والشباب أما دول شمال فأهمية الساكنة النشطة وارتفاع نسبة الشيوخ يفسر هذا الاختلاف في توزيع البنية السكانية بين دول الشمال ودول جنوب يعني فيما يخص هرم الأعمار دول جنوب يفسر ارتفاع نسبة الأطفال وشباب بارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي فيما يخص دول شمال تفسر شيخوخة المجتمع بانخفاض نسبة التكاثر الطبيعي نمر إلى نسبة النشاط نسبة النشاط هي النسبة المئوية التي يمثلها السكان النشيطون من مجموع السكان ويتم حسابها من خلال العلاقة التالية عدد السكان نشيطين مقصوم على مجموع السكان مضروب في 100 يتميز توزيع نسبة النشاط في دول الشمال بالارتفاع مقابل انخفاضها في دول الجنوب تفسير اختلاف توزيع البنية السكانية بين دول الشمال ودول الجنوب بعدة عوامل العام الموالي وهو نسبة النشاط فيما يخص دول الشمال أهمية ساكن النشطة وعمل المرأة بالنسبة للدول الجنوب ارتفاع نسبة الأطفال وربات البيوت غد يمروا كذلك إلى البنية المهنية البنية المهنية عرفوها كذلك البنية المهنية هي توزيع الساكن النشطة المشتغلة على القطاعات الاقتصادية التي تصنف إلى القطاع الأول الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري واستغلال الغابات والمناجم علاوة على القطاع الثاني الذي يشمل الصناعة والقطاع الثالث يتكون من التجارة والخدمات يتميز توزيع الساكنة حسب نسبة النشاط بالاختلاف فدول شمال يشغل القطاع التالث أعلى نسبة من اليد العاملة في الدول المتقدمة أما الدول الصناعية الجديدة فيحصل القطاع الثاني المرتبة الأولى في تشغيل الساكنة أما دول جنوب بينما يشغل القطاع الأول أعلى نسبة من اليد العاملة ويليه القطاع الثالث نمر إلى تفسير هذا الاختلاف دول شمال تتميز بأهمية الخدمات والنشاط الصناعي من حيث الاستثمارات أما دول جنوب فهناك ضعف القطاع الثالث والنشاط الصناعي الصلاحات ومفاهيم نتعرف على دول شمال تمثل الدول القوية اقتصاديا ودات مصوى مرتفع لمؤشر تنمية البشرية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية واليابان وأستراليا ودول أوروبا الشرقية التي انتقلت من النظام الشراكي إلى النظام الرأسمالي والدول الصناعية الجديدة بشرق آسيا التي عرفت نموا اقتصاديا سريعا خلال العقود الأخيرة وهي كوريا الجنوبية والتايوان والهونج كونغ وسنغافورة إذن تعرفنا على دول الشمال نمر للتحرف على دول الجنوب هي بلدان ذات مؤشر تنمية البشرية متوسط أو ضعيف تسمى كذلك الدول النامية أو العالم الثالث وتتكون من القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند والبندان المصدرة للبيترول كدول خليج العربي والبلدان السائرة في طريق النمو كالمغرب وتونس والبلدان الأكثر تخلفا في العالم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة